بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله نبدأ في هذه الحصة المحاضرة أخيرة من الدرس الرابع وهي إظهار القانون الأول الديناميك الحرارية للنظام المفتوح بعد أن تم التعرض خلال الحصة الماضية والتي قبلها ليش؟ لبعض التعريفات التي سوف تساعدنا في عرض هذا القانون للنظام المفتوح فقط هنا نullenذكر القانون الأول الديناميك الحرارية عادة فهنا طريقة كتابته كما كتبنا في الدرس الثالث فقط هنا للإشارة تعريف جديد Energy Mass يعني هي الطاقة الجملية التي تصاحب الكتلة التي تدخل فإذن تساوي الكتلة ضرب W Flow plus E Where W Flow تسمى Flow Energy وهي الطاقة الناتجة عن الضغط و E هي Specific Total Energy وهي ما يعبر عنه Specific Internal Energy plus Specific Generic Energy plus Specific Potential Energy فإذن الكتلة التي تدخل تكون عندها نوعين من الطاقة طاقة ناتجة عن الضغط و طاقة جملية فها ثلاثة أنواع هي بنفسها Internal Energy plus Potential Energy وهنا لو جمعنا U plus P Specific Volume راح تسوي لي H تسوي للأنثال P فرح نشوف هنا أن تم كتبتها على هذه الطريقة Anthal P plus V تربيع على 2 مع GZ وهنا تعبر لKineric Energy و GZ هي Potential Energy والH زي ما قلنا تعبر لSpecific Internal Energy و انطاقة ناتجة عن الضغط فإذن القانون الأول الديناميكة الحرارية بالنسبة للنظام المفتوح يكتب على هذه الشاكلة فهنا راح نشوف فقط عرضه كيف يكتب لحالتين الحالة الأولى هي Steady State Steady Flow لو أخذنا الأربع أحرف SSSF يعبر عن SSSF فهي Energy Balance for Steady State Steady Flow يكتب على هذه الشاكلة فهنا إيش اللاحظ؟ اللاحظ أنه هذي تسوي سفر يعني أيش بما أنه Steady State فهنا الحالة مستقرة يعني ليس هناك تبادل أو تغير للطاقة الجملية للنظام وأيضا عندي إيش عندي Steady Flow وهذا يعني لي إيش بما أنه التدفق متساوي يعني إيش يعني لي MN يساوي Mout فهنا إيش تم قسمة هذه المعادلة القانون الأول الديناميكة الحرارية تم قسمته على إيش على الكتلة على الكتلة هنا بما أنها الكتلة متساوية فMout مع MN W على الأم تكتب بهذه الطريقة Q على الأم تكتب بهذه الطريقة وهكذا دوري كلين تحصلنا للبرانس أيضا هذا القانون يكتب Uniform State Uniform Flow USUF USUF فيكتب على هذه الشاكرة يعني إيش تقريبا ما في هنا أي تغير لهذا القانون فقط هنا M2 M1 هي الكتلة نهاية للنظام M1 هي الكتلة بداية في النظام MN يعني هي كمية الكتلة التي تدخل Mout هي كمية الكتلة التي تخرج بالطبع هنا إن كنت خلصت الدرس الرابع لهذا المقرر فقط للإشارة هذه القوانين سوف يقع يعني استعمالها تباعا في المحاضرات القادمة إن شاء الله وأيضا سوف يتم تطبيقها في بعض المسائل أيضا هذا القانون سوف يتم عرضه في أغلب المقررات التي تدرسها بعدين اللي خاصة بالقواء الميكانيكية ترجمة نانسي قنقر